سلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم أعزائي معكم المندر سفان في البيثون لو أردنا القيام بعمل تعليم ما عدد من المرات كأن نقول هنا أننا نريد أن نطبع كلمة هلو عشر مرات فهنا بدل أن نقوم بوضع أمر الطبعة لعشر مرات نستطيع أن نستخدم حلقة التكرار فور ونجعلها تتكرر لعشر مرات بهذا الشكل تعليمة التكرار فور تبدأ بكلمة فور ثم يأتي عنصر ما كمتغير مثلا ونجعله يدور ضمن حلقة معينة بعدها نوضع نقطتين وننزل لسطر جديد وبعدها نحط الأوامر التي نحتاج أن تتم خلال كل حلقة من حلقات التكرار الأوامر التي نوضعها يجب أن تكون مع مسافة بادئة في المقدمة حتى تكون هذه التعليمات تابعة لتعليمة فور يتم وضع هذه المسافة مع رمز داب من لوحة المفاتيح وأنت لا تحتاج لوضعها مع برنامج البيتشارم فهو لوحده سيقوم بعملها لأجلك فكما قلنا منذ قليل فور إن إن رينج العشرة فأطبع لكلمة هلو فسيتم الطباعة لعشر مرة بالنسبة لهذا الحرف إن فهو غالب المتغير أنت تقوم بإنشاءه ليقوم بالمرور بحلقة التكرار التي تقوم بذكرها بعد كلمة إن فمثلا لو كان عندنا لست فيها عدد من الأسماء فهذه ستدور مع كل الأسماء يعني راح تدورها الحلقة لثلاث مرات وتوقف بإمكان نستخدم هذا المتغير اللي سمينا إن بإنه نوضعه في الطباعة مثلا كأن نقول مرحبا لمحمد وهكذا للأسماء البقية فنوضعه هكذا بالطباعة وعند الطباعة سيتم طباعته بهذا الشكل بالتالي المتغير التي يتم عمله في حلقة الفور هذا سيدور مع عناصر حلقة التكرار واحدة تلو الأخرى فبالتالي إن هذا المتغير راح يدور على واحد واحد فكل مرة يدور فيه سيأخذ اسم العنصر هذا ونقدر نستفيد منه ضمن التعليمات إذن حلقة التكرار فور يتم وضع كلمة فور ثم مفتاح ما وكلمتين ثم الحلقة التي سيدور فيها ثم نقطتين وننزل لسطر جديد والأسطر الجديدة هي التعليمات التي سيتم ذكرها مع فور تكون مع مسافة بادئة ويتم تنفيذها مع كل حلقة التكرار خلونا نروح للكود حتى نطبقها الكلام ونفهمها التعليم بشكل أفضل فهنا لو عملنا حلقة التكرار لرقم عشرة وليكن راح نقول فور إن إن رينج العشرة ننزل لسطر جديد ونشوف شلون برنامج الباي تشار ما عملنا المسافة البادئة والآن نكتب التعليمات برينت ونحط بين قوسين وليكن راح نستعمل فسترينج وبين إشارة التنصيص نمبر ثم مسافة ونحط متغير الان من أجل أن يكتب لي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة وهكذا نشوف بالطباعة الآن يتم تكرار طباعة لعشرة مرات وكما نشاهد نحن قلنا رينج العشرة والتكرار ليس من واحد إلى عشرة إنما من صفر إلى تسعة لأن البيثون يبدأ بالصفر والرقم اللي ينتهي فيه ليس الرقم المكتوب إنما الرقم الأقل منه بواحد يعني لرقم دسعة لو حبيت تعمل حلقة تكرار من رقم إلى آخر كأن تعطيه إنه يقوم بعمل الحلقات من اثنين إلى عشرة فنقدر نحط داخل الرينج ثنين فاصل عشرة وهذا يعني من اثنان إلى عشرة لأن إذا شغلنا الكود راح يعمل من اثنين إلى تسعة يعني مثل ما حكينا إنه العشرة ما راح تدخل بي العمل لو حبينا أن تتم الحلقة اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة وليس واحد واحد مثل الآن فممكن نقله داخل الرينج إنه يكون هكذا فممكن نقله داخل الرينج نستخدم ثالث عنصر فيها فنحط فاصلة ونحط اثنان فأخر عنصر هو مقدار الحلقة التي ستكون الآن لو شغلنا الكود راح يتم طباعة هكذا اثنان أربعة ستة ثمان أحيانا يكون الرقم داخل الرينج عبارة عن متغير يشير إلى شيء ما فلو بالبداية الكود قلنا له A يساوي عشرة وغيرنا داخل الرينج للمتغير A فبإمكاننا ذلك الآن لما نشغل تطع العملية من صفر إلى تسعة وكذلك لو خلينا المستخدم هو اللي يعطينا كم حلقة التكرار اللي نحتاجه فممكن نقله هنا بدل هذه نقله input وبين قوسين على سبيل المثال how many times you need to print ومتغير A موجود ضمن القوسين هنا ولكن مثل ما نعرف الانبوت المخرج تبعه هو نصي فبالتالي range لشيء نصي ما يمشي الحال بنا نحول هذه إلى قيمة رقمية فهنا مع الفونكشن اللي هو الانت نحط بين قوسين الانبوت ونسكر القوس بالنهاية هذه ستقوم بتحويل المخرج هذا إلى قيمة رقمية لأنه شغلنا الكود يسألني كم مرة تريد طباعة وليكن نكتب له سبعة الآن بضغط على انتر سيتم الطباعة من صفر إلى ستة لو حبينا يطبع حتى الرقم سبعة فممكن نزود هنا عدل A زاد واحد فهنا إذا طبعنا رح نشوف كيف الطبع من صفر إلى سبعة خلونا نجرب الآن إنه نعمل حلقة تكرار مع قائمة فلو أنشأنا الآن قائمة بأسماء طلع وليكن students يساوي ونحط الأسماء بين قوسين مربعيين علي أمل سالم حلى خالد خلونا نعمل قائمة ثانية بإسم results ونحط فيها النتائج هذول الطلاب فنقل يساوي بين قوسين مربعيين واحد وأربعين ثمانين خمس وسبعين اثنين وثلاثين وواحد وثلاثين لو حبينا نمشي مع قائمة الأسماء فممكن نقول for أي شيء نخترعه وليكن value كلمة value in students ضمن قائمة students نقطتين ونعمل enter والآن المسافة البادئة الموجودة نقل له print لهذا value لهذا المتغير فبالتالي أنت المتغير فيك تسمي حرفك تسمي أي اسم يخضر ببالك أنت اللي رح تنشيره الآن لو طبعنا رح تطبع كل الأسماء مثل ما نشوف الآن ونفس الشيء لو حبينا نطبع النتائج فرح نخلي القائمة results بدل students هنا لو طبعنا رح تطبعنا النتائج ممكن أيضا نطبع الاثنين سوية نقدر نعمل for مرتين صراحة أو ممكن نتلاعب الموضوع بشكل أجمل شوي رح نحط متغير in يساوي 0 قبل تعليمة for الآن هذا المتغير رح يكون يساوي 0 الآن ضمن الطباعة باعتبار رح يصير حلقة تكرار فنقل له print لرقم الاندكس print ونحط بين قوسين نقل له student وبين مربعيين حرف الان الآن رح يطبع لي معناته student وحاليا قيمته 0 معناته يطبع لي أول اسم من أسماء student طيب وأيضا بدنا نطبع خلينا نحط ضمن نص مشان نكتب أيضا قيم الريزلت فنحط f6 ring بالبداية إشارتين تنصيص وهذه ضمن قوسين متعرجين حط بعدها فاصلة ثم مسافة والآن أيضا نريد نطبع أول نتيجة من قيم الريزلت فبالتالي بين قوسين متعرجين نحط result وبين قوسين مربعيين الان فهذه رح تطبع لنا أيضا أول نتيجة فقط نريد كل ما يعمل حلقة تكرار تزيد قيمة الان واحد من أجل أنه يطبع أول مرة القيمة صفر يعني أول اسم ثم القيمة واحد ثاني اسم وهكذا فبعد تعليمة print ممكن مع سطر جديد نقول له n يساوي n زائد واحد يعني بعد ما تطبع الأول زود واحد وأكمل بحلقة التكرار شفتم يا جماعة الان أن حطيتها برات الحلقة لأنه هاي أول ما يبدأ قبل ما يبدأ بحلقة التكرار ويكون قيمة صفر ثم يدور وعندما يدور الان تكون ضمن تعليمة التكرار مشان كل ما يعمل حلقة التكرار تزيد قيمة الان الآن عند الطباعة رح ينطبق هذا الشيء ويعطيني كل اسم مع نتيجته مثل ما أشوف هناك شغلة جميلة ممكن أيضا نعملها لموضوع n يساوي n زائد واحد هذه رح تزودلنا قيمة الان واحد مع كل حلقة التكرار بإمكاننا نكتبها بطريقة شوي أجمل أنا أشوفها إنك تقوله n زائد يساوي واحد هذه تعني إنه زودللي لقيمة n ما مقداره واحد فهذه أيضا شكلها جميل يعني فهنا يعني كأنه أقوله شايف الان فزودلي عليه واحد إذن نحط إشارة نريدها زائد يساوي واحد لو قلت له مثلا ناقص يساوي واحد معناته أنت تريد الان القيمة الجديدة التبعة ينقص منها واحد أو ضرب يساوي واحد فينرب بها واحد أو تقسيم يساوي واحد ممكن طبعا ما تقول له واحد يمكن تقول له اثنين أو ثلاثة أو ما إلى ذلك فكل مرة فقيمة الان تتجدد مع زيادة واحد أو زيادة الرقم من الان تتحضر فالآن إذا شغلنا مع زائد يساوي واحد رح تطلع النتيجة نفسها تماما تماما فهذا الشكل الجميل رح نستعمله كثيرا أحسن ما نقول له الشكل الأولاني وتكون يعني نكتب كلمات أكثر الآن معناها تمام من أجل فالعمل سيتم بهذا الشكل الجميل بإمكاننا أيضا أنه نشتغل مع F الشرطية مثلا يكتب ناجح أو راسب للطالب فممكن نكتب قبل ما يبدأ بطباعة إنه F إذا كانت النتيجة result الان النتيجة رح تدخل بالحلقة أكبر أو يساوي وليكون 50 قيمة النجاح نقطتين وننزل لسطر جديد هنا المسافة البادئة أيضا ضرورية تابعة للF والF كلها إلى مسافة بادئة تابعة للفور فكل مسافة بادئة هذه جدا جدا ضرورية حتى يعرف إنه هالكود تابعة للتعليم اللي قبله تماما هنا نكتب إنه وليكون مدغير نسمي R يعني result فيساوي ونكتب بس فإذا كانت فوق الخمسين معناته هي قيمته ناجحة ننزل لسطر جديد ونكتب else الelse لازم تكون مستوها نفس مستوى F فنرجع ونخليها مع مستوى F فelse نقطتين ثم نعمل enter ونحط منتغير الر نفسه إنه يساوي fill فشايفين المسافة البادئة مع هاي كل واحدة تنعرف تعليمتها لمن تتم بعدها تيجي أمر الطبعة وأمر الطبعة يكون على نفس مستوى F اللي تابع للفور فهذه تكون تابعة لحلقة التقر فبالتالي رح يفحص إذا كانت فوق الخمسين رح تكون القيمة R ناجح ولا تكون القيمة R راسم خلينا نحط هذه ضمن الطبعة فأخر شيء نحط فاصلة بعد الريزلت ونحط R بين قوسين المتعرجين من أجل أن نظهر لي ما هي قيمة R الآن بعد تشغيل الكود نشوف الآن كيف يطلع للنتائج بطريقة جميلة جدا وطلع لي كل طالب هل هو ناجح أو راسم الآن خلينا نجرب نعمل حلقة التكرار مع الدكشنوري فلو كتبنا هنا دكشنوري سميناه ستودينت أيضا ونقله يساوي والحط كل طالب وعالمته فنقل مثلا علي قيمته هو 41 فاصلة أمل قيمته 80 فاصلة سالم قيمته 75 فاصلة حلا قيمته 32 وخالد قيمته 91 الآن هذه دكشنوري فلو عملنا حلقة التكرار تمر في هذه الدكشنوري فتقريبا هي نفسها فنقله for in اسم لا على التعين in student ثم نقطتين enter printlain فهذه سيقوم بالمرور مع كل عنصر من عناصر الدكشنوري ويطبع أسماءها فالمرور هنا سيطبع الأسماء وليس القيم يعني راح يطبع لي أسماء الطلاب لو شغلنا الكود نشوف كيف يطبع أسماء الطلاب لو حبينا نمر بحلقة التكرار مع قيم الدكشنوري وليس الأسماء فهنا من خلال الاستعلام نحنا لأن راح تأخذ الأسماء صحيح فنحنا نعرف إنه إذا بدنا نستعلم عن قيمة معينة فنذكر اسم الدكشنوري ثم بين القوسين المربعين نذكر الاسم فبالتالي ضمن الطبع نقول له قيم student وبين القوسين المربعين الاسم اللي نريد نستدعي وهو ال in اللي راح يمر مع كل اسم من الأسماء فالآن لو شغلناها راح نشوف إنه بالفعل مررني مع النتائج هناك طريقة ثانية لو حبيت إنك تمر مع ال values بدون ما تدخل بهذا السيناريو إنك تقول له for in in student dot values يعني يمررك بقيم ال students فهنا خلاص نذكر فقط in فيمشي الحال لأنه ال in راح تمشيها الآن مع ال values وليس مع الأسماء والطباعة راح تعطينا النتائج أيضا بإمكانها نكتب student dot keys وهذه راح يمررنا بالأسماء بدل ما يمررنا بالقيام بس هو الافتراضي أصلا يمررنا بالأسماء فأتوقع ما ينزم إنه ندخل مع ال keys أما ال values فهي يعني مهم إنه نعرفها الآن لو حبينا إنه نطبع الاثنين سواء فممكن نشتغل مع النمط الأول نخلي ال in مع ال student وعنده طبعا نقول له راح نشتغل مع ال f string ونحط أول شيء قيمة الاسم اللي هو in بين قوسين متعرجين لأنه راح يمشي مع الأسماء فاصلة والآن نخليه يمشي مع ال values فبين قوسين متعرجين نقول له ال dictionary تبع ال student وبين قوسين مربعيين ال in الاسم اللي راح يكون موجود فالآن لو شغلنا الكود راح يطبع لي ايها كل واحد واسمه وطبعا نفس الأمر لو حبيت تمشي مع f شرطية أو كل الأشياء اللي مرنا سابقا فهي نفس الأمر هنا بس ركزنا على موضوع التكرار ولكن انت تقدر تشتغل مع كل الأجراءات اللي مرنا فيها سابق وبهالشكل أصدقائي نكون مرينا مع كل الأمور والأشياء المهمة في حلقة التكرار الفور في المايتون خلونا ننتقل للتمرين حتى نطبق هذا الكلام بشكل مفهوم أكثر عندما تتحدث مع الهاتف مع موظفي الاستعلامات أو مع أحد الشركات اللي تقدم خدمات يتصلوا بك لأخذ بعض المعلومات فيطلب منك الموظف أن تعطيه اسمك فتقول وليكن الموندر السفان فيطلب منك الموظف أن تهجئ اسمك حتى يستطيع كتابته بصيغة صحيح نحن في البلاد العربية قد يكون الأمر مستبعدا لأن الإسماء لدينا واضح ولكن من يعيش في بلد أجنبي فهذا الأمر بديهي ودائما يطلب منك أن تهجئ اسمك حتى لا يخطئ بكتابته وخصوصا مع وجود أحرف العلة لديهم ولأنه يسمعك من على الهاتف وحتى لا يسمع الحرف بشكل خاطئ فبدل أن تقول A-L-M-U-N-T-H-I-R ستقول A like apple L like lemon M like monkey وهكذا فأنت تلفظ كل حرف بإسم يبدأ بهذا الحرف حتى يعرف ما الحرف الصحيح الذي تقوله هذا الأمر معروف جيدا بالبلاد الأجنبية ودائما مستخدم للافظ الأحرف بكلمات من على الهاتف فحتى لا تحفظ هذه الكلمات هناك نظام مشهور يدعى nato phonetic alphabet يوجد فيه كلمات بجميع الأحرف الـ 26 الإنجليزية هذه معروفة وبإمكانك استخدامها من على الهاتف والكل يعرف هذه الكلمات ومتى ما قلته يفهم الحرف بدون أي خطأ فيه هذا النظام كما تشاهدون الآن كل حرف يقابل الكلمة مثل A-Alpha بـ Bravo وهكذا فالآن تمنين الجميل نريد من خلاله تصميم نظام nato phonetic alphabet من خلال البيثون نريد من البيثون بمجرد أن أعطي أي اسم يقوم بنطق اسمك من على نظام الناتو جاهزين؟ خلونا نبلش ما نريده أولا أن نكتب عبارة nato phonetic alphabet ثم نطلب منه وضع اسمه please enter your name بعد ذلك مباشرة تظهر عبارة the spelling of your name phoneticary is تهجئة اسمك صوتيا هي ثم تظهر قائمة فيها كل أحرف اسمه مع الكلمات من على نظام الناتو هذا هو برنامج جميل الذي نريد تصميمه بالنسبة للأحرف على نظام الناتو فهذا هو الجدول أمامكم تستطيعون تحميله من وصف الفيديو واستعينوا به لتحويل أحرف إلى كلمات في نظام الناتو به كل حرف مع الكلمات المقابلة له العملية إن شاء الله بسيطة إليكم أصدقائي فقط انتبهوا لأمر أن المستخدم في حال وضع مسافة معناها انتقل من الاسم الأول للاسم الثاني فممكن نحط ثلاثة شرطات بدال المسافة من أجل أن نفرق بين الاسمين مثل هنا بين اسمي المنذر وأسفان هناك شرطات وكذلك في حال وضع أي رمز من الرموز مثلا رمز الشرطة أو نقطة أو فاصل أو غيرها أو حتى استعمل أي حرف من لغة ثانية فنخلي حطها نفسها بدون ما يدور عليها في القاموس مثل أندي هون شرطة المنذر وضعها نفسها وفقط لي أصدقائي هذا ما نريد أن تقوموا بيه في التعليقات أو من خلال مجموعة تكون محترفة على الفيسبوك نلقاكم إن شاء الله الدرس القادم لحل هذا الطلب سوية